تجري إسرائيل ولبنان وبرعاية أمريكية جولة مباحثات ثانية لترسيم الحدود البحرية استمرارا للجولة الأولى التي انطلقت في منتصف تشرين الأول الجاري في قاعدة قوات اليونفل الأممية بالنقورة ومن المتوقع أن تجرى جولة ثالثة من المباحثات الخميس ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط تبلغ نحو ثمانمائة وستين كيلو مترا مربعا تعرف بالمنطقة رقم تسعة الغنية بالنفط والغاز وأعلنت بيروت في كانون الثاني عام الفين وستة عشر إطلاق أول الجولة تراخيص للتنقيب فيها ووصف منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان يانكوبيتش الجولة الأولى بالمثمرة فيما أعرب رئيس الوفد اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل بسام ياسين عن تطلع بلاده إلى إنجاز ملف الحدود ضمن مهلة زمنية معقولة